نقوم بإصلاح وزارة الدفاع كي يكون الأداء والمحاسبة أفضل مضى عامان ونحن نتطلع إلى الأمام بشأن التنفيذ وتحقيق أهدافنا ومن الضروري أن يقدم الكونغرس لنا الميزانية الدفاعية في حينها وتكون كافية أعتقد أن الأخبار ظهرت الآن لقد تمت مقاطعتي الميزانيات السابقة للبقاء على المصار الصحيح نحتاج إلى المزيد من الدعم من الكونغرس في السنوات القادمة سوف نقدم الميزانية الدفاعية لعام 2021 ونحن ملتزمون بالحفاظ على التغييرات الضرورية لتنفيذ الاستراتيجية الدفاعية وهذا يتطلب الاعتماد على مهامنا والتأكد من المحاسبة بشأن كل دولار من أموال دافعي الضرائب قمنا باستثمارات كبيرة في القوات المسلحة تراوحت ما بين الاستثمار في المقاتلات والصواريخ النووية وتعزيز الجهوزية العسكرية وللحفاظ على ميزتنا في مواجهة تهديدات الغد قمنا بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي والفيزيائر ونحن نقوم بجمع كل البيانات ووضعها في السحابة الإلكترونية وأيضا نعتمد على تكنولوجيا 5G ونشجع القطاع الخاص على قيادة الطريق أيضا قمنا بزيادة الاستثمارات في الأسلحة فوق الصوتية وهذا يتطلب 5 مليارات دولار في نفس الوقت قمنا بتشكيل القيادة الفضائية الأمريكية وقمنا بتحديد وتعيين العاملين في هذه القيادة وهناك خدمات عسكرية جديدة وهذه لحظة تاريخية للبلاد وفصل جديد للبنتاجون ونحن ندرك أهمية السيادة الأمريكية في كل مجال من مجالات القتال الجهوزية والفتكة يعتمدان على التكنولوجيا الجديدة وللوصول إلى أقصى إمكانيات لنا علينا أن نحدث طرق القتال وإدخال مفاهيم قتالية جديدة هذا المبدأ الجديد سيمكننا من نشر القوات بطريقة دينامية لا يمكن التنبؤ بها الجهد الثاني يركز على الميزة الاستراتيجية التي لا يمتلكها المنافسون بمعنى العمل مع حلفاء وشركاء ونقوم بتقوية علاقاتنا ونجذب شركات جديدة ونساعد الدول الصغيرة للوقوف في وجه عمليات الإكراه الصينية نحن مستمرون في البناء على علاقاتنا مع كل الدول من الأحجام المختلفة ونحن ندرك التهديدات التي تشكلها الصين الصاعدة سويا نعمل من أجل منطقة محيط باسيفيكي مزدهرة نعمل أيضا في مناطق أخرى في العالم ونقوي علاقاتنا عبر الأطلس مع حلفائنا الأوروبيين باتجاه الأمن الجمعي ونقوم بزيادة الاستثمارات وتوزيع الأعباء في ديسمبر الماضي في اجتماع الناتو كمنا بالتأكيد على مبادرة الأمن وهذا يتطلب 30 فرقة ميكانيكية من أجل القتال ل30 يوما أو أقل بخطاب حالة الاتحاد عدد الدول الحليفة التي تستوفي الاحتياجات الخاصة بإنفاق 2% من الناتج القومي العام تضاعف ونتوقع إضافة 400 مليار دولار بحلول عام 2024 هذه الاستثمارات ضرورية خاصة مع توسيع مهمة الناتو في الشرق الأوسط والاستمرار في هزيمة داعش قدرتنا على الاستثمار تعتمد على الجهود الخاصة بإصلاح الوزارة وفي نهاية العام الماضي قمنا بعملية مراجعة على مستوى الوزارة وهذا ليس بالشأن الهين حوالي 3 ملايين شخص يعملون في وزارة الدفاع ويستخدمون أربعة ألف طائرة وألاف المرافق في جميع أنحاء العالم ضروري أن نقوم بعملية متابعة وبعد تأكيد كوزير للدفاع قمنا بإطلاق مبادرة مراجعة هدفها تحرير الأموال وساعات العمل وإعادة استثمارها من جديد قمنا بفحص 99 مليار دولار على مدار 50 منظمة خارج وزارة الدفاع وهذه وفرت لنا أكثر من 5 مليارات دولار أيضا نعمل على تقليص الإنفاق أيضا حددنا أكثر من 2 مليار دولار لنقلها إلى وزارة الدفاع وهذه ستستثمر في الإبداع وبناء دفاعات صاروخية نووية وأيضا القوى الفضائية والجهوزية العسكرية أيضا جهودنا تشمل تغييرات أساسية في أشياء لا تزال متبقية لدينا من الحرب الباردة سنعمل على تحوير النمط الدفاعي ونعمل مع قادة مدنيين وعسكريين ونحافظ على مبدأ المحاسبة ونقوم أو سيقائد أو هذه القوات والأنشطة والمنظمات سوف تعمل بشكل متناسق أيضا سنحدد الفرص الخاصة بتوزيع القوات والموارد ونركز على القيادة الإفريقية والقيادة الوسطى من أجل قربلة المهام والمتطلبات والموارد ونحن نراجع الأنشطة والأنظمة العملياتية نطلب من الكونغرس المزيد من الدعم ونعتمد على القيادة الخاصة بالكونغرس لإعتماد الميزانيات المطلوبة الرجال والنساء في القوات المسلحة هم العمود الفقري للأمن القومي ونريد التأكد أن هناك رعاية وعناية بهم وعائلاتهم وهذا يشمل توفير السكن المناسب وأيضا نعمل على مساعدة الزوجات العسكريات على تطوير قدراتهم المهنية وهذا سيجعل الجيش الأمريكي أكبر قوة وأعظم قوة مقاتلة في العالم نتسي كان استراتيجيا أمريكيا خلال الحرب الباردة وكان يناصر الاستثمار في الجيش الأمريكي وكانت دعواته الملحة أن تقوم الولايات المتحدة بالتركيز على التفوق على الخصوم وكبطل للقوة العسكرية كان مفكرا متقدما وألهم جيلا من القادة العسكريين وجعلهم يدركون قوة الإبداع وكسر البيروقراطية التقليدية وتنفيذ رؤية جديدة هذه هي الروح المعمول بها في هذه المدرسة وأنا أشجع كل العاملين في وزارة الدفاع على التحلي بهذه الروح وجعل الاستراتيجية الدفاعية الوطنية شيء لا يمكن التراجع عنه في السنوات القادمة أتطلع لأسئلتكم وشكرا ترجمة نانسي قنقر